قال موقع ولا الإسرائيلي إن الحرب في الشمال أصبحت مسألة وقت مضيفاً أن وزير الأمن يواف جالانت ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي وفقا على الخطط وشددا على ضرورة التحرك بحذر وأضاف الموقع أن حزب الله ينقل بعض قواته الخاصة إلى الجزء الشمالي من جنوب لبنان خوفاً من أن يقضي الجيش الإسرائيلي عليهم ولفت ولا إلى أن حزب الله بدأ في بناء ما سمى خط هجوم من القرى اللبنانية واتخذ مواقع إطلاق نار في قرى يارون ومارون وبليدة وكفر كلا والعديسة وعيت الشعب ومروحين وطير حرفة والنقورة